مستقبل الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس علشان النهاردة هيكون فيه كلام كتير عن حكم المباراة النهاردة حكم المباراة النهاردة يعني حصل لغط عليه وكلام كبير عليه هل هو من حكام الصفوة علشان يدير مباراة كبيرة بين كتباية الكرة المصرية الاهلي والزمالك ده هنعرفه مع الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس من قرنا كابتن ناصر تحاتي كابتون أسامة تحاتي لكل مشاهدي قولناتنا للأهل في كل مكان طبعا بستمتع بيك وبستمتع بعديك من أمس عن الكلام الحكم كابتون أسامة بنتكلم على الحكم البرازيلي خليني نتكلم الأول في ديربي الأهل والزمالك ديربي الأهل والزمالك يعتبر من أهم وأصعب الدربات على المستوى الأفريقي والمستوى العربي يعتبر من أقوى عشر ديربيات على مستوى العالم أنا أتكلم عن العرب وأفريقيا وأخش على الناحية العالمية تصنيفه فيه الدربيات العالمية طبعاً واخد مركز متقدم جداً فده شرف لأي حاكم كانت من إسامة أي حاكم في العالم أنه يدير هذا الدربي ويخرج به بشكل جيد لأنه لا يتحطي في السيفي بتاعه كانت من إسامة لما يروح للحاكم برازيلي لا ما عندهش حاجة أوي 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 جامدة زي النهاردة يعني النهاردة بالنسباله بالنسباله نقطة موضية في السيفي تاعي الله عليك كانت من إسامة النهاردة لازم يكون هو عارف كويس أوي أوي الكلام ده أنه النهاردة يوجد بالنسباله مباراة زيها زي أصعب مباراة بيشوفها في حياته التحكيم النهاردة الراجل ده 15 سنة تحكيم النهاردة وعندنا نيوزا وعندنا فابرييني برييرا حكم رابع وحكام البر كلهم من البرازيل الطعم كلهم من البرازيل حكلم في نقطة مهمة كانت من إسامة هذا الحكم تاني بقول لما نيجي نتكلم عن تصنيف البرازيل هو مش أفضل واحد في البرازيل لا مش أفضل واحد ومش ركم واحد في البرازيل ومش مصنف أوي في اتحاد أمريكا الجنوبية ولكن حتى لما تدور على أنه هو لعب إيه؟ إيه اللي لعبه؟ هو كل اللي لعبه برضك لما نيجي نتكلم على حكم أفريق بتلاقي حكم ملعب فيه بطولة دور الأبطال بس طب هو راح بطولة أمم؟ لا ده نفس الشيء للحكم كل اللي لعبه هناك هو هو الكاسي اللي بردادوراس وأما كوب أمريكا ما راحش يدير هناك استرقافني يا كابت الناصر أنه هو من 2014 حصل على الشرى الدولية وأصبح حكم دولي ومر عليه اتنين كاس عالم كاس عالم روسي 2018 وكاس العالم 2022 في قطر لما يكون حكم برازيلي وانت بتتكلم عن البرازيل مش أي دولة مغمورة في كرة القدم ده البرازيل وهم أدركها من البرازيل هل مش من الأولى النهاردة يكون متواجد في الحدثين الكبار دول كاس العالم 18 و22 شوف انت قلت تتكلم فني كابت النسامة كنت أتمنى الناس كلها تتكلم فني يعني تتكلم لما تجي نتكلم عن الحكم لا فيه معايير الحكم كابت نتكلم فيه معايير فنية السيفي بتاعه هو قدر إيه لعب إيه نيجي نروح ليه هو دولة من 2014 هنقول لني كاس العالم برازيلة 2014 ملحقش ليه لأنه كان لسه كابت النسامة معلق إشارة دولية يعني محدش شافه لسه وملعفش مشارات طبعا للاتحاد الدولي طب هو كان عنده فرصة 2018 في روسيا 22 عنده 22 في قطر لم يتم تشيحه فيه 2018 و22 النهاردة بنكلم هو 15 سنة تحكيم و10 سنة حكم دولي عنده 43 سنة هتحكم إمتى في كاس العالم هي دي الكصة اللي احنا ملكلم فيها كابت النسامة استوقفنا حاجة مهمة جدا لا معرفش ممكن حضرتك تعرفها ولا لا هو زي ممكن شاهدتك مبارح ونت تتكلم على البعض بيكتب الحكم والقوة الجسمانية والوزن والطول وأنا بقرأت تقارير عن المباراة وبتسمع طبعا يعني دايما لما مباراة أهل وزمالك حكام المباراة دي يعني بيحظى باهتمام كبير شوف الحكام اللي قدرواها خاصة الحكام اللي كانوا بيجوا من أوروبا الحكام المصري كانوا معروفين لنا بتشوف أهم المباراة اللي حكمها المطولات اللي اللعب فيها المناسبات الكبيرة اللي حكم فيها لكن كانت كل التقارير والكلام اللي بيكتب أنه قوي العضلات لو حد يتكلم أو محدش يقدر يتكلم أثناء تواجد الحكام في المباراة هل دا كافي ولا كان مفروض يكون فيه إشارة للصفارة بتاعته قراراته تدخله السريع زكاةه في عدم حتى اللجوء للفار وقراراته دايما صحيحة داخل الملح هو دا كلمة الفن كابتن جاحتك بتقول الوقت هو دا اللي المفروض لو نيجي نتكلم نتكلم على فهمه للقانون تطبيقه للقانون العدالة التحكمية الشخصية التحكمية الإدارة التحكمية هو دا الفني كلام الفني أوليك البدنية مطلوبة والتوقع والتقراءة والتمركز مطلوبين للحكم ولكن كابتن لما ديكتها تقول هو عنده 90 كيلو ووزنه وكذا لا الكلام دا سمعنا عن أنه بيضع 40 متر في 6 سوان هي دي بقى المهمة دي لوح البدنية دي حكاية غريبة أو كابتن وسام وينتين ممكن أحكيها لك أنت حتى تستغرب البعض لما كتب كتب أن الرجل دا عمده قدر أنه هو يعمل 40 متر في 6 سوان هاقولك أنا مفاجأة بجد والله بسامة حسني لو جبنا لك مسافة 40 متر أنت هتعمل 40 متر في 6 سوان وأنت دلوقتي دلوقتي بسنك مبركش سخياتك أنا بأتمرن دلوقتي مجاهز هتعملها طب إيه القصة كنتم أسامة ما فيه ينفعش أي حكم أبدا يحكم وينمسك صفارة إلا لما يكتاز اختبار اللياقة طب إيه 40 و 6 سوان دولت بيتيك تعمل اختبار سرعة بييجو لك تعالى لازم أن تعمل 6 مرات تكرار المسافة ديت اللي هي 40 متر وكل مرة لازم أن تعمل في 6 سوان سهلة عندنا الحكم في مصر تحت الاختبار بيعملها الدرجة التالتة بيعملها الولاي بيعملها الدولة لازم أن تعملها مش هتعمل الاختبار ده مش هتحكم اختبار سهل جدا جدا يعني ده شي أصل موجود في التحكم طبيعي جدا لازم أن مش هتحكم إلا ما تعمل اللي هم 6 سبيرينت تكرار الزمن بتاحهم 40 ثانية في كل سبيرينت ده اختبار في الاتحاد الدول لازم أن تعمله تمام فلما تجي النهار ده واحد يتكلم عن الجزية دي حاجة غريبة جدا ده ده من الصميم ده الطبيعي أساسي ده صميم 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 يعني نجح الحكم أو تيازه أنه يعمل هذا الاختبار وزي ما قلت لو أنت حدك شوية في الملعب ربع يعني عشر تيام خمس ساعة هتعمل الكلام ده و هتعمله ما بيش مشكلة قولس ورجع ألعب نروح للحكم كابتت إيه المطلوب النهار ده كابتن يقسم طيب قبل ما يروح للمطلوب الفريقين بيستعدوا كل فريق بيذاكر الفريق التاني بيشوف نقاط القوة والضعف و بيستعدوا حكم زي ده أول مرة يدير مباراة كل ما بين أهل وزمالك ما يعرفش اللعيبة ما يعرفش الأجواء ما يعرفش الكرة المصرية هل ممكن حكم زي ده يجيب مباراة قديمة للأهل والزمالك ويقعد ويذاكر ويشوف اللعيبة ويدرس اللعيبة ولا هيدخل على عمزة ما بقوله آخر حاجة عشرين اتنين وعشرين كسعالم في قطر وسامة حسنة عنده مباراة برازيل وإنجلترا بيجي بتاعي كابتن أسامة قعد بيجيبوا شريط يشوف المباراة يشوف أداء البرازيل التحركات يشوف أداء مثلا الفريق المنافس يقعد يتفرج على اللعيبين كابتن اللي كلام انت بتقوله هو ده التحكم الحديث ده التحضير للمباراة التحضير يعني إيه انت مش عارف حاجة عن الفرقة دي واسلوب لعبها ايه وهل هي بتحضر من تحته ولا بتعمل كونتر أكتاك ولا 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 بيجي قولك تعالى شوف وعندهم أسامة حسني مثلا أو رجل يعني مهاري قوي وزاكي جدا فبيروح مرة واثنين يضحك على الحكم خلي بالك منه يقولك خلي بالك من أسامة مثلا بيروح يعمل حاجات لازم أن أنت عندك قراءة قبل ما تحكم بيتيجي تشوف وأكيد أكيد شاف النادي الأهلي وشاف المباراة وأكيد شاف الناس زمالك لو ما عملش كده هكتون أسامة حيتفاجئ بحاجات في الملعب هتبقى مشكلة انت بتكلم نهاردة في قراءة لعب في توقع في مباراة ديربي مهم مقوي انت كحكم كحكم الغلطة عندك مشكلة آه فيه فورة كتن وهنا بقى نتكلم في الفور أتمنى أتمنى قرارات حكم الفور تكون على قدر كبير من القانون الكاتل أسامة تمام وأتمنى من حكم أيضا من فضلك من فضلك من فضلك لو فيه خطأ والفور جابك لأن الكلام ده حصل ما تكبرش لا روح في مباراة النادي الأهلي آه في كاس العالم الأندية دهك الجزاء كهرباء مع الحكم البولندي حكم كاس العالم آه والفور ما جابوش مباراة الأهلي وكانت كورة دي في دقيقة ستة من عمر مباراة في داية المباراة والأهلي مجابوش فالنهار ده بنكلم ما كانتش مباراة التحج ده كانت بطل برازين كانت بطل برازين بطل برازين وراك الجزاء صحيحة هو ما حسبهاش ما حسبهاش والفور هنا كابتن أسامة مجابوش مجابوش وكلمنا في النقطة دي كلام مهم جدا 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 نتمنى نتمنى تحقيق العدلة التحكمية ما تبقاش وسيلة ضغطة على الحكام بالقوة العضلية لا خليك دايما دايما بتساعد على متعة كرة القدم مع اللعبين تمنى توفيين بتحكم النهاردة ونشوف تحكم كويس وبعد المباراة حنتكلم بقى ويد الفرقين حقهم إن شاء الله بالزبط كابتن أسامة شرفتنا ونرتلع كابتن أسامة شرفتنا ونرتلع كابتن أسامة ربنا خليك